اشتركوا في القناة ومتابعة طيبة بإذن الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج تحدثنا في الحلقة السابقة حول الشرك بالله عز وجل وبينا أن الله سبحانه وتعالى نهى العباد عن أن يشركوا به سبحانه وتعالى شيئا وبينا خطورة الشرك وأن الشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة فمن تاب من شركه فإن الله عز وجل يغفر له ذلك فالتوبة تجب ما كان قبلها ولكن من مات وهو والعياذ بالله مشرك بالله عز وجل فقد أخبر الله عز وجل في كتابه وحكم سبحانه وتعالى بأنه لا يغفر له فقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن لم يغفر الله له فإنه مخلد في النار والعياذ بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصر ولما كان الشرك بهذه الخطورة كان الأنبياء وهم أئمة الموحدين يخافون الشرك على أنفسهم وإذا كان الأنبياء وهم أئمة الموحدين يخافون الشرك على أنفسهم فينبغي على المسلم أيضا أن يقتدي بهم في ذلك وأن يخاف الشرك على نفسه إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء والموحدين دعا ربه وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنى إذا كان إبراهيم إمام الموحدين يدعو الله رب العالمين بأن يجنبه وأبناءه عبادة الأصنام فكيف بغيره فعلينا أن ندعو بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية التي نتقرب إلى الله عز وجل فيها ونسأله بأن ينجينا من الشرك كبيره وصغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أبو بكر الصديق رضي الله عنه انطلق هو ومعقل بن يسار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبي بالنملي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر يعني يريد أن الشرك واضح الشرك جلي الشرك بين وهو أن تعبد مع الله غيره أن تصلي لغير الله أن تزكي لغير الله أن تصوم لغير الله أن تحج لغير الله أن تنذر لغير الله أن تذبح لغير الله فالشرك بين قال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إله آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر وهذا ليس تعليما خاصا لأبي بكر فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو تعليم له ولسائر الأمة إذ الأحكام في الشريعة الإسلامية لا تختص بالأفراد الله لا ينزل حكما خاصا بفرد من الأفراد وإنما الأحكام تتناول جميع المسلمين هذا الأصل في الأحكام إلا أن يرد دليل خاص في تعيين واحد من المؤمنين بحكم يخصه إذن هذا تعليم لجميع الأمة أن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ما أعظمه من دعاء وما أجمعه من دعاء فالواقع في الشرك بين أمرين اثنين أن يقع في الشرك عالما بأن الذي باشره شرك وأن يقع بالشرك جاهلا وهذا الدعاء يعم هاتين الصورتين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أي ألجأ وأعتصم وأستجير بك من أن يصل الحال بي إلى أن أكون مشركا عالما بأن هذا الذي أقع فيه هو من قبيل الشرك وأستغفرك لما لا أعلم أي إن صدر مني شيء هو من الشرك لا أعلمه فإني أستغفرك فأطلب منك أن تسترى وأن تغفر وأن تتجاوز عن هذا الذي صدر مني ولا تآخذني عليه النبي صلى الله عليه وسلم خاف على من خاف على أبي بك من الشرك فقال له ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خشي على أبي بك من الصديق فالخشية علينا أشد وأعظم فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص على هذا الدعاء وغيره وأن يستعيذ بربه سبحانه وتعالى من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره لما فيه من الخطورة التي ذكرت لكم والشرك كما بيّن أهل العلم نوعان إثنان النوع الأول هو الذي بيّنته في هذه الحلقة والحلقة التي قبلها وهو أن يجعل غير الله مساويا لله أما الشرك الأصغر وقولنا الشرك الأصغر لا يعني أنه من صغار الذنوب بل هو من الذنوب العظيمة ولكن لما قسم العلماء ولاحظوا أن ثم شركا أكبر سمّوا الشرك الآخر بالشرك الأصغر وهذه التسمية أيضا هي واردة عن نبي صلى الله عليه وسلم وأخذها العلماء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والشرك الأصغر كالحلف بغير الله وكالرياء وكقول القائل ما شاء الله وشئتا وله صور كثيرة والمسلم عليه أن يتعلم وأن يعلم صور الشرك الأكبر والأصغر لينجو منها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منها فالله أسأل أن يعيدنا من الشرك صغيره وكبيره وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص مما ينقصه هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا من عدسة التراء في هذا اليوم ونتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم منا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر